من دمشق ينضم إلينا غسان يوسف الكاتب والباحث السياسي سيد غسان تقييمك أو قراءتك لهذا التفجير المزدوج صباح شكرا لك يا أستاذ المشاهدين طبعا تفاجعنا هذا الصباح بهذا الأجزاء خصوصا أن المرحلة الماضية شهدت دوءا أمنيا كبيرا في مختلف المناطق السورية ومعكس ذلك إجابا على أعمال الهنان السورية في جنيف لكن يبدو هناك من لا يريد أن يكون هناك أفرار في هذا البلد يريد أن يعرض لوضاع نقطة السفور ولكن أعتقد أن هذا سيفشل باعتبار أن غالدية الأحراف السورية تريد التوصل لحلول سياسية تريد عودة الأمن والأمان إلى سوريا تريد انهاء بؤر الارهاب في سوريا ولذلك جاء هذا التفجير اليوم هو رسالة موجهة إلى الدولة السورية وإلى الدول التي انفتحت على سوريا أقليميا وعربيا وإلى أعمال اللجنة الدستورية لكن بنفس الوقت هي تنبيه لكل الأطراف السعية للسلام أن هناك من يتربط بالدولة السورية وبالأمن والأمان في سوريا ولذلك أعتقد أن المرحلة القادمة ستشهد تشديدا أمنيا ستشهد ملاحقة لبؤر الارهاب يعني المتواجدة في سوريا وأيضا ملاحقة الخلايا النائمة ومحاولة كشفها ومن يقف وراءها وطبعا يعني تعرفين بأن حتى الآن ما زالت هناك أرض مهتلة لسوريا في الشماء السوري تدعمها أنقرة وهي تدعم جرعة النصر وأيضا قطر يعني ما زالت تقدم الروادب والسلاح لهذه المنظمة الإرهابية وأعتقد أن ربما هذه أرها كان دولتا تبقى كان وراء هذا التفجير إن لم تكن إسرائيل نحن نعرف يعني بأن الوضع الأقليمي الدولي بشكل عام يعني هو إيجابي تجاه سوريا حتى نستمعنا تصريحات إيجادية من الولايات المتحدة ومن انتحاد أوروبا عن أعمال اللجنة السورية ولكن لم نسمع أي تصريح يعني من هذه الدول التي تدعم الإرهاب في سوريا حتى أن قطر يعني حقارت لأنها لا تريد عودة للجامات الدول العربية واستمرت في دعم المجموعات الإرهابية وأيضا أنطر يعني وزالة تحميل الإرهابين وتتعامهم بالسلاح والمال وتمنع يعني جيش السوري من دخول إدريب وبنفس الوقت يعني حتى الآن يعني نستعرفين بأن روسيا استفقت مع تركيا على محاربة المجموعات الإرهابية وأيضا ترحيل المقاتل الأجانب وفتح طريق الأمثور وكل هذا لم يحصل ورزالة الملاحظ بأن فعلا هناك أطراف دولية لا تريد عودة للأستقرار إلى السورية طيب يعني نحن في هذه الأيام بصدد الحديث عن لجنة دستورية وإعادة صياغة دستور جديد للبلاد هل تعتقد أن هذا التوقيت ربما كان باعثا لمثل هذه الأحداث هل هناك دلالة للتوقيت؟ أنا أعتقد نعم يعني أن نجاح العمل باللجنة دستورية واتفاق الأطراف ويعني جروتها مع بعضها وقول بيدرسون أنهم استفقوا على عملية الأصلاح الدستوري وأيضا يعني سمعنا تصليحات إيجابية حتى من الطرف المقصد أعتقد بأن كل هذا لا يرغي الكثير من الأطراف التي يعني هي بالوقت نفسه تريد استمرار يعني الحرف في سوريا تريد استمرار عدم الاستقرار في سوريا ولذلك لاحظنا هذا التزوير جاء في هذا التوقيت الذي كان يعني هناك أمل للسوريين لاحظنا يعني أمس عندما وردت الأنباء من جنيف لأن هناك يعني بعض الأمل اندفق من جنيف لأن يكون هناك توافق ما بين الأطراف السورية المتواجدة في أينيك والتي قالت بأنها تريد أن تصل إلى حل يعني وحتى أن يعني سمعنا يعني أخوار من المعارض أنهم لم يعارف حتى تعديل بسوريا في 2012 وأن يرضي جميع الأطراف ولذلك يعني جاء هذا التزوير اليوم فعلا بإحسابة الصدمة للسوريين بعد الانفراج الخفيف الذي يعني سمع عنه السوريون في جنيف أو حتى بالانفراج القزيني وعودة الدول علاقاتها يعني إعادة الدول علاقاتها مع سوريا كالأردن مثلا والانفتاح العراقي واللبناني وأيضا يعني ستعيد سفرتها إلى سوريا وتعليشين العلاقات الجيدة والمنتاثة ما ضيما مصر والسوريا والإمارات والجزائر والسوريا ولذلك هذا التفجير اليوم كما قلت يخيط بعض الأمال ولكن أعتقد بأن الدولة السورية قوية بأن الدولة السورية قادرة على محارس الأخير سواء الداخلي أو سواء الذي يأتي من الخارج إذن سيد غسان يوسف الكاتب والباحث السياسي شكرا جزيلا لك